موسيقى الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الدفاع وعدد من القيادات ويناقش خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة الرئيس السيسي يواجهه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبعي للوحدات السكنية والتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي من محطة عدل منصور مرورا بمدن شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة سرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المسلحة تبقى لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح كما ناقش الرئيس السيسي خلال الاجتماع آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة أكد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمني مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويصهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية وتفقد الرئيس السيسي عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ومدير إدارة المركبات كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصلي لمراحل تصنيع المختلفة بدءا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج الهائي والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في إنشاء محطات التزاود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية فضلا عن تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية دكتور شريف إسماعيل وعدد من الوزراء صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول وخطة التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبعية كما شهد الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وبالعودة إلى اجتماع سيد الرئيس مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ينضم إلينا هاتفياً ألواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سيدة ألواء بعد التحية كما نتابع أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير كافة مناحي وأركان الدولة بما فيها بالتأكيد القوات المسلحة شهدت القوات المسلحة خلال السنوات الماضية تطوراً مذهلاً شهدت به أرقى المؤسسات المتخصصة بالشؤون العسكرية كيف تقيم وترى هذه الطفرة التي حدثت بقواتنا المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية؟ الأولى مساء الخير على حضرتك السيد الرئيس والسادة المشاهدين هذه الطفرة التي تعيش عن قوات المسلحة ليست فقط قوات المسلحة لكن مصر بجميع قطاعاتها ومؤسساتها الحقيقة إنما هي بتهدف في النهاية إلى أن تأخذ مصر أو تتباور مصر مكاناتها الطبيعية بين دول العالم والتي تستحقها والتي نحن نعيش أقلها وبالتالي القوات المسلحة قطاعها هام جدا يصول الأمن القوم المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وما يدور حولنا من تحديات وتعديدات فتتطلب بصفة دائمة يقظة دائمة واجهزية عليها وكفاءة قتالية للقوات التي ستقوم بصيانة الأمن القوم المصري داخليا وخارجيا بإضافة إلى مهام أخرى تقوم بها القوات المسلحة في معاونة الدول الشقيقة والصديقة وهذا بيأتي في الحقيقة نتيجة للتقور الحادث والمستمر في مجالات التسليح المختلفة بجميع أشكالها ومنظوماتها ومن هنا فإن القوات المسلحة بصفة دائمة بتقوم بعرض خفطتها للتطوير المستقبلي بما يتناسب مع المهام التي ستكلف بها دائمة تكون قادرة على تنفذها والقيام بوضبها على أكمل وجه ليس فقط في المجال العسكري ولكن في كافة المجالات التي يمكن أن تكلف بها وبالتحديد في مجال الاكتفاء الذاتي والتصنيع الحربي أشكرا جزيلا شكرا ألواء محمد زكي الأل في المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام رئيس السيسي بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة ونهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة جاء ذلك خلال تفقد مدبولي أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف السلام العاصمة الإدادية الجديدة العاشا من رمضان بمشاركة عدد من المسؤولين واستهل مدبولي جولته بتفقد محطة عدل منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 في الدار والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة وتبع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف في حين لفت وزير النقل كامل الوزير إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائي إلى قلب مدينة العاشر من رمضان وذلك لخدمة المواطنين القاتنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها أكدت مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب هو مخالف لاتفاق المبادئ والقانون الدولي وقد دعت مجموعة الصداقة إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية وأن تعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار معربة عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مصار المفاوضات وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادئ ويمثل ضررا جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرار لدور المنوط بها لكافة القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية وفي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7054 قضية تمونية متنوعة وضبط 1871 قضية في مجال منع تدور الأرقيلة بمضبوطات بلغت 14408 أرقيلة إضافة إلى غلق 7651 محلا مخالفا لقرار موعيد الغلق كما تم ضبط عدد 95864 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9069 قضية تمونية متنوعة من بينها 141 قضية بيع استونات بوتاجاز في السوق السوداء وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 229 ألف و720 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 8909 قضية تمونية بمضبوطات وزنت أكثر من 1758 طن السلعة غزائية وتمونية وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 249 ألف و738 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 39 ألف و851 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5110 من قائد مركبات تبين إيجابية عدد 353 سائقا منهم كما تم المرور على 199 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 375 من سائق حافلات المدارس كما تم فحص 489 حافلة مدارس تبين مخالفة 71 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3147 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال إسبوع 82404 قضية في مجال سلخة التيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64.450.944 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال إسبوع 334 قضية بمضبوطات بلغت 438.607 كتب منسوخة ومقلدة ومضبوعات بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية إضافة إلى عدد من المقاهي العامة والكافيتريات ومقاهي الإنترنت التي تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية وقنوات فضائية مشفرة وتستخدم برامج حاسب آلي مقلدة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1771 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين و434 مليون و957 ألف جنيه مصرية وأخترت مصلحة الضرائب لفحصها عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم اجتماعا تشاوريا عبر تطبيق زوم مع أعضاء من مؤسسة حياة كريمة وعدد من شباب الدارسين بالخارج يأتي ذلك لبحث سبول مشاركتهم في تنفيذ المبادرة بهدف تطوير المجتمعات الأكثر احتياجا في الريف المصرية والعمل على الترويج لأهدافها وسط المجتمعات الدراسية الخاصة بهم في الخارج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج في تطوير قرى الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت قافلة طبية بتوقيع الكشف على 87 مواطنا من أهالي قرية النصر بمدينة سفاجة جنوب محافظة البحر الأحمر أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر دكتور تامر مرعي أن القافلة قد شاملت العديد من التخصصات الطبية حيث تم إجراء 24 فحصا معمليا وفحص سونار بالإضافة إلى توقيع الكشف على 13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم صرف العلاج بالمجان وتهدف القوافل الطبية إلى ضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر نظمت مدرية صحة بني سويف قافلة طبية في قرية سالم البحير بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر فقرا تتكون المبادرة من 10 عيادات وتسعة تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا وتم تحويل الحالات التي تتطلب متابعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج مع هذه المبادرات وهذه القوافل نستطيع أن نغطي أقصى أطراف المحافظة التي يمكن أن تكون متأثرة إلى حد ما ببعدها عن المراكز الصحية القوافل تحل مشكلة كبيرة جدا وآخرها النهاردة ومستمر الحمد لله في كل المراكز وليس فقط المراكز المدرجة في حياة كريمة في مرحلة الأولى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا وذلك بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعوق حركتهم وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت هذه الأنباء موضحة أنه يتم إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجانا دون تحصيل أي رسوم شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل عاجل وإجراء الأسلاحات المطلوبة وصفا الأزمة الاقتصادية التي واجهها لبنان بالمرعبة وأوضح أن الأزمة في لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليست خارجية وأن أوروبا ترغب في مساعدة لبنان لكنه أكد أن الاتحاد لن يقدم مساعدة أخرى إلى لبنان في حال عدم تشكيل الحكومة وإتمام الأصلاحات المطلوبة معربان عن أمله بأن لا يضطر الاتحاد الأوروبي لتطبيق عقوبات على لبنان خلال استقبالي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أكد رئيس لبناني ميشيل عون أن الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقابات الداخلية والخارجية أمام عملية تشكيلها وخلال هذا اللقاء شد دعون على خصوصية الوضع اللبناني والذي يتطلب مقاربة واقعية شاركية في تكوين السلطة التنفيذية معربا عن ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة من جهته أكد بوريل استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان مشددا على أهمية تشكيل حكومة جديدة في لبنان وإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولية لدعم الاقتصاد اللبناني بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري آخر المستجدات السياسية في لبنان مع الممثل الأهل للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل والذي يزور لبنان حاليا على رأس وفد يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان تناول لقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي قرر الاتحاد الأوروبي تجديد تفويد بعثته للمساعدة على إدارة الحدود الليبية حتى نهاية يونيو من عام عشرين ثلاثة وعشرين وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه أوكل للبعثة في العامين المقبلين مهام مساعدة السلطات الليبية المعنية في بناء البنى التحتية الأمنية في ليبيا لا سيما في مجال إدارة الحدود وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية وأضاف أن مهام البعثة تتضمن كذلك تنصيق وتنفيذ المشاريع المبرمة مع شركاء دوليين في مجالة تخصص البعثة اعتقلت قوة من وكالة الاستخبارات العراقية عشرة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة كاركوكا شمالي البلد حيث أشارت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن الإرهابيين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى بقطاع كاركوكا مؤشرة إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراد وتدمير سبع طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها قوات الحوثي تجاه جنوبي المملكة العربية السعودية وقال التحالف إن عملية الاعتراد تمت بنجاح في الأجواء اليمنية حيث تم صد المحاولة العدائية كما اعتبر التحالف أن هجمات قوات الحوثي المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات أعلن الجيش اليمنية تدمير 75% من القدرات القتالية لقوات الحوثية على حدود محافظة مأرب وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد روكنا عبد المجلي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت بإثناد طيران التحالف العربي خلال الأيام الماضية من السيطرة على مواقع هامة وقطع طرق الإمداد عن قوات الحوثية وتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوفة وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش اليمنية تمكنت من أسقاط طائرة مصيرة مفخخة في جبل مراد وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب فاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على 61.95% من أصوات المقترعين وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية أوضح الوزير أن المشاركة في عمليات الاقتراع تعدت 48% وهو الحد الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ إيران منذ تأسيسها منذ عام 1979 وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف أن رئيسي حصل على أكثر من 17.8 مليون صوت من أصل 28.6 مليون من أصوات المقترعين في حين كان أكثر من 59.3 مليون إيراني مدوين للمشاركة في الاقتراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة بريطانيا في طهران بسبب صعوبات واجهت الإيرانيين المقيمين بالمملكة المتحدة عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت بالأمس وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن تهران أبلغت السفيرة البريطانية بأن لندن أخفقت في حماية مراكز الاقتراع الإيرانية بالمملكة المتحدة من عدد صغير من مثري الشغب الذين هجموا بعض الناخبين الإيرانيين حضر رئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تتكشف بالكامل حتى الآن وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس من جديد إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى وقال بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة الحاكم إن عواقب المرض الذي تسببه عدوى فيروس كورونا لا تزال قيد الدراسة مؤكدا أن الخضوع للتطعيم هو خيار أفضل من الإصابة بالمرض ذكرت صحيفة صينية أنه جرى إلغاء مئات الرحلات الجوية بالإضافة إلى إغلاق جزئي من مدينة بجنوب الصين في محاولة للسيطرة على تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا أبلغت لجنة صحة في مقاطعة كواندونج جنوب الصين عن تسجيل ست حالات جديدة بسلالة دلتا من جانبها أمرت السلطات الصينية بوضع 110 من المخالطين المصابين بالمرض في الحجر الصحي وذلك بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 460 رحلة طيران اعتبارا من ليلة الجمعة وتشديد الضوابط بالمطار تسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى دلتا في مخاوف متزايدة حول العالم هذه السلالة الجديدة التي تم تحديدها لأول مرة في الهند قد انتشرت وبشكر كبير في أعدة دول وأدت هذه السلالة إلى ارتفاع كبير في الحالات والوفيات كما أن الخطر يكمن وراء سرعة انتشارها لسيما بين الشباب بشكل أكبر من السلالات الأخرى للفيروس التاجي موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كشف مصدر بالحكومة اليابانية أن اليابان تعمل على تكثيف ديبلوماسيتها بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولمواجهة تحرك بكي لتعزيز نفوذها من خلال توفير لقاحات صنية الصنع للدول النامية أكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الحكومة اليابانية تخطط لتوفير جرعات لقاح لعدد أكبر من دول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق أسيا حضر مدير معهد الهند للعلوم الطبية من الموجة الثالثة من فيروس كورونا وذكر أنه يمكن أن يضرب البلاد خلال الست أو ثمانية أسابيع القادمة ولابد من العمل وبقوة لمنع موجة كبيرة أخرى وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المناسبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وكذلك الإسراع في تطعيم أكبر عدد من السكان مقترحا وضع استراتيجية مراقبة صارمة في البؤر الساخن للفيروس وعمليات الإغلاق في حال حدوث أي زيادة كبيرة قال وزير صحة الألماني إن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في المدارس الألمانية يجب أن تظل قيد التطبيق لبعض الوقت في المستقبل أضاف أيضا أنه لن تكون هناك قدرة على العودة إلى المدارس بشكل تام دون تطبيق إجراءات وقائية وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تتضمن ارتداء إجباريا لأقنعة الوجه الطبية في الفصول الدراسية وربما الإبقاء على نظام التدريس بالتناوب خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك رغم الإصابات القليلة بالفيروس في ألمانيا حاليا رحب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالاستجابة السريعة لبنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 56 مليار يورو لمواجهة تدعيات فيروس كورونا يأتي هذا لتخفيف من تدعيات الأزمة ناجمة عن جائحة كورونا وتسريع الاستثمار الصحي ودعم الشركات الأكثر تأثرا وقال رئيس البنك في اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن دعم القوي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوضح كيف أن الخبرة الفنية والبيئية والمالية الفريدة للبنك الأوروبي تفتح الفرص وتعزز الابتكار وتحسن من الحياة بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها توصل دول القارة الأوروبية مسعيها نحو الخروج من حالات الإغلاق المفروضة على خلفية جائحة كورونا وفي هذا الإطار أعلنت تعدة دول أوروبية تخفيف القيود ومن بينها فرنسا وهولندا والنرويج فيما تتحفظ دول أخرى عن اتخاذ خطوات مماثلة خاشية عودة تفشي الفيروس دول القارة الأوروبية تواصل مسعيها للخروج من حالات الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كورونا بشكل تدريجي مع تحسن الوضع الوبائي والتقدم في حملات التلقيح بمختلف القارة لا سيما دول الاتحاد الأوروبي ففي الوقت تخلت فيه فرنسا عن إلزامية وضع الكمامات في الخارج تسير على خطى مشابهة لها كل من هولندا والنرويج مع اختلاف إجراءات تخفيف القيود وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أكد أن بلاده تشهد تراجعا وبائيا وتجرى الصحة عليه وذلك في ظل موجة من ارتفاع درجات الحرارة وبالتزامن مع بدء مباريات كأس أوروبا الحكومة البرتغالية من جانبها قررت حظر الدخول إلى منطقة الاشبونة والخروج منها في عطلة نهاية الأسبوع وذلك بالتزامن مع استعداد أوروبا الغربية لإجازات الصيف وإعطاء صفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الضوء الأخضر لإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة البلدان والأقاليم التي يمكن دخول مسافرين منها إلى الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم حصولهم على اللقاح أما في بريطانيا فأعلنت الحكومة أنها ستؤخر خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا قبل أن تعلن عن حصيلة قياسية للإصابات لمرة الأولى منذ أواخر شهر فبراير الماضي أصيب خمسة عناصر من الشرطة الفرنسية منهم اثنان في حالة خطرة بعدما حاولت قوات الأمن فض حفل غير قانوني يضم نحو ألف وخمسمائة شخص في مخالفة لإجراءات كورونا بينما فقد أحد رواد الحفل يده وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الأمن وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع بينما ألقي رواد الحفل ألقوا مفرقعات ومقضفات وقنابل حارقة حين اندلعت الاشتباكات بعدما تحرك نحو أربعمائة من الشرطة لفض الحفل وقال قائد الشرطة في منطقة سي إليفيلين إن شابا يبلغ من العمر 22 عاما فقد يده جراء العنف الشديد وقالت قوات الأمن عبر حسابها على تويتر بأن الاشتباكات استمرت نحو سبع ساعة قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة سي عمان إن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول وكما ستفرد السلطنة وتعلق جميع الأنشطة التجارية من الساعة سامنة مساء وحتى الرابع من صباح اليوم التالي بعد ارتفاع إصابة كورونا وقالت اللجنة في بيان إن الحظر الذي سيبدأ غدا الأحد سيقود حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها الرئيس الأفغاني يقيل وزيري الدفاع الداخلية في ظل استمرار سقوط بلدان في يد حركة طالبا أقل رئيس الأفغاني أشرف غني وزيري الدفاع والداخلية وسط تساعي نفوذ حركة طالبان وانسح بالقوات الأجنبية من البلاد وأذكر بيان الرئاسية أنه تم ترشيح الجنرال بسم الله محمدي ليكون وزيرا للدفاع ويحل محل أسد الله خالد الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2018 فيما تم ترشيح عبدالسطار مرزا كوال ليكون وزيرا للداخلية وسيتولى الإثنان منصبيهما بالوكالة حتى إقرار ترشيحهما من قبل البرلمان ويواجه وزير الدفاع والداخلية الجديدان مجموعة من المشكلات التي تعصف بالبلاد وسط فوضى على الجبهات كفة عيث تسقط مناطق في أيدي طالبان بشكل يومي قالت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية إن زعيم البلاد كيم يونج أون قد شدد قواعد الانضباط بحزب العمال وعين أعضاء جدد في المكتب السياسي أضفت الوكالة أيضا أن بعض أعضاء القيادة قد عبروا عن أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات بعدما أشار كيم إلى مشاكل خطيرة في أسلوب حياتهم دون الخوض في تفاصيل بينما أشارت الوكالة إلى أن المكتب السياسي للجنة المركزية قد انتخب تاي يونج تشول نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى عضوا جديدا وكذلك يو سانج تشول المسؤول في لجنة تطقيق المركزية بالحزب عضوا مناوبا كشف رئيس روسيا فلاديمير بوتين عن خمسة أعضاء في حزب روسيا الموحدة الحاكم على رأسهم وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي تشويغو يعتبرهم كمناسبين لترأس قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وارب بوتين خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر روسيا الموحدة عن قناعاته بضرورة أن لا يندرج على رأس قوائم الحزب في انتخابات مجلس الدومة في سبتمبر القادم أن يندرج سياسيون من العيار السقيل بل أسماء جديدة تمثل أهم مجالات الحياة الاجتماعية أعلنت وزارة الصحة في غينيا ومنظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذي بدأ في جنوب شرق غينيا في فبراير وأصاب 16 وأودى بحياة 12 شخصا وقد تمكنت السلطات الصحية من التحرك سريعا لمواجهة عودة ظهور هذا الفيروس الذي يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم وذلك بعد الدروس المستفادة من تفشي المرض في السابق في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضبطت الشرطة الإيطالية نحو 6 أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش على متن يخت شرعي يرفع العلم الأمريكي قبلة السحل الغربي لجزيرة سقلية وأكدت سلطات الشرطة أنه تم على الفور اعتقال أفراد التقم السلسة الذين تم تحديدهم على أنهم مواطنون بالغريون ونقلوا إلى سجن بلارمو وبحسب تقرير لشرطة الإيطالية فقد رصدت طائرة مراقبة تابعة للشرطة القارب وتتبعته أثناء قيامها بدوريات في غرب البحر المتوسط وبحسب الشرطة فإن قيمة المخدرات المضبوطة تقدر بحوالي 13 مليون يورو لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بعد تحطم طائرة تقل أفرادا يقدمون عروضا للقفز المظلي في منطقة كيميروفو الروسية ووفقا لسلطات الإقليمية تحطمت هذه الطائرة وعلى متنها 19 شخصا بعد هبوط صعب وأفادت تقارير بأن أربعة من المصابين في حالة خطرة وقالت سلطات كيميروفو في البيان أنه يجري التحقيق في سبب تحطم الطائرة اختتمت فعليات تدريب المشترك طويق إسنان والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطانة عمان فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب هذا وقد تضمنت المرحلة الختامية للتدريب عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة وتنفيذ إسقاط جوي بالمظلات لإمداد القوات المشتركة في التدريب باحتياجاتها من الوقود والذقيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط السقيل في التدريب المشترك طويق إسنان تأكيدا على متانة الروابط التي تجمع بين دول العربية المشتركة في التدريب وقدرتها على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة هذا وقد شهد المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب عقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش التي تقوم حاليا بزيارة إلى ليبيا تناول هذا اللقاء الذي عقد بقصر التحرير التطورات على الساحة الليبية وأهمية الدفع قدما بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام ومن المقرر أن يعقد الوزير شكري ونظيرته الليبية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام هذه المباحثات استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفر تقريرا بشأن أداء الوزارة في مجال تدويل التعليم العالي خلال الفترة من 2014 حتى 2021 وحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في هذه الفترة أكد التقرير أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة بمجال تدويل التعليم حيث تم دعم خطط استكمال تشهيد جامعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي وتطور التكنولوجي بالإضافة لتلقي الوزارة بالفعل الموافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار وبحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات محمد لطيف وذلك بمقر جامعة حلوان قرر المجلس تنصيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي القادم بنفس قواعد التنصيق المعمول بها كما أقر تعديل المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج عقب استفائهم الساعات المعتمدة لتخصصهم كما قرر المجلس إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بالإضافة إلى إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريد تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس بنها الثانوية والميكانيكية وخلال جولته اطمأن المحافظ على انتظام سير العملية باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جامع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفظا على الطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء هذه الامتحانات تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في عدد من المعاهد الأزهرية والمدارس بمدينة العريش وذلك للاطمأنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية وأكد المحافظ أن الامتحانات تسير بسهولة ودون أي معوقات وأن غرف العمليات لم تتلقى أي اختارات أو شكاوى بخصوص انتظام الامتحانات موجها بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا النهاردة بداية اختبارات الأزهر والتعليم الفني بأنواع مختلفة خدنا جولة النهاردة عشان نطمئن على الإجراءات الاحترازية المرة واحد اللي تكون متوفرة للجميع احنا عندنا النهاردة في التعليم التجاري فيه 23 لجنة بإجمالي 4029 تقريبا طالب أبو طالبة ده في كل التعليم الفني يعني تجاري وصناعي وزراعي وفندقي إجماليهم أرباح طالب 29 إن شاء الله الأزهر برضو اللي جنب تحته مرين عليها عشان نتأكد من انتظام العملية يعني عملية الاختبار وإنها ماشية بالصورة اللائقة وأهم حاجة زي ما قلت في البداية وهو الإجراءات الاحترازية في إطار التوجهات القيادة السياسية وتحقيق الخطط الدولة لتنمية الشاملة قام رئيس هيئة النيابة الإدارية عصام المنشاوي بزيارة مجمع نيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والمكانة الشاملة لكافة مقار وأفرع نيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمالي سيناء في إطار التعاون المشترق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زار رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكانة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بالمحافظة اليوم يبدأ تنفيذ هذا المشروع على نيابات محافظة الإسماعيلية وبلغ عدد النيابات التي تم تطبيق نظام التحول الرقمي عليها حوالي 17 نيابة الحياة اللي بيحصل النهاردة في إسماعيلية هو استكمال المنظومة على مستوى الجمهورية بالكامل تطور في العدالة الناجزة بالتأكيد دخول الرقمانة في عمل النيابة الإدارية بيدي سرعة وقوة في تحقيق العدالة الناجزة سواء كان للمواطن أو للدولة احنا طبعاً بنرحب جداً بالرقمانة في كافة المجالات فكرة التحول الرقمي إزاي أقدر أتوصل بين جهات الدولة وبعضها وبعض في الوقت عندنا الربط مع حضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة العامة وبالتالي يحصل تكامل وننشئ ما يسمى بمنصة العدالة الرقمية وبالتالي عندنا كل البيانات والمعلومات التي تمكننا من إنجاز القضايا سريعاً مع تفعيل النيابة الإدارية للسياسة التحول الرقمي وميكنة أعمالها تأتي أهمية التدريب الذاتي وتنمية المهارات على أساسيات الحاسب الآلي لتحديث وتطوير أداء العاملين في منظومة النيابة الإدارية إلى جانب الاهتمام بتدريب المنفذين على برنامج إدارة القضايا والدعم الفني بهدف تطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي تم إعطاء كل العاملين في هذه النيابات دورات تدريبية على عملية التحول الرقمي وتولى هذا الأمر إدارة التحول الرقمي برئاسة الهيئة ودورات التدريبية استمرت حوالي أكثر من شهر ونص لجميع العاملين في النيابات الموظفين كما اجتملت هذه الدورة التدريبية على السادة المستشارين هيبدأ النظام من وقت دخول المستندات للنيابة وطلق البلاغ أو الشكوى وقضها على السيستم وثم كتبت المحاضر على السيستم هيسهل كثير جدا والتصرف كمان في التحييق هيسهل كثير جدا في التعامل مع الورق ونقله وتوفير في الوقت والجهد على الزمل يعني ده نظام هيسهل كثير قوي في التعامل مع التحييق تفعيل منظومة التحول الرقمي لمقار النيابة الإدارية يأتي من أجل تحقيق العدالة الناجزة عن طريق توفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة مع تطبيق النظام المميكن بدلا من الدورة الورقية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري والآن نتحاول في نشرة السادسة لأهم أنباء الاقتصاد أخبار الاقتصاد والمال والأعمال مع ميرفاة المليكي إليكي ميرفاة شكرا ناهبة وريهيم وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد وضع وزير الإسكان عاصم الجزار حجر أساس مشروع أبراج الداونتاون بمدينة العالمين الجديدة والذي تنفذه إحدى الشركات الصينية على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح الجزار أنه تم توقيع عقد مع الشركة الصينية لإنشاء أبراج مماثلة للبرج الأيقوني للعالمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه استكمالا لتنفيذ خطة الدولة نحو البناء والتعمير بإنشاء المدن الجديدة تسطر الدولة اليوم إنجازا هاما في مدينة العالمين الجديدة بوضع وزير الإسكان لحجر الأساس للبدء في تنفيذ مشروع أبراج الداونتاون بالعالمين الجديدة الذي يتضمن خمسة أبراج كمرحلة أولى وتنفذه شركة صينية على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم المشروع البرج الأيقوني بارتفاع يصل لمائتين وخمسين متر بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه لتصبح منطقة سياحية واستثمارية متكاملة نحن النهاردة نوثق بداية مشروع منطقة الأعمال المركزية في مدينة العالمين الجديدة يمكن نحن بدين في المشروع بعدما قربنا من الانتهاء من مرحلة كبيرة من مدينة العالمين في الجزء الشاطئي ولكن النهاردة نحن نأكد ما قلناه سابقا أن مدينة العالمين ليست مدينة مصيفية هي مدينة للسكنة والإقامة والعمل في كل المجالات هو طبعا من مرحلة الأولى تحتوي على خمس أبراج منهم برج عيبا برج عيكوني ده ارتفاعه حوالي 250 متر هو أعلى من 250 حوالي 265 متر وفيه أربع أبراج تانين السكنية البرج اللي هو اللي يكون موجود هنا دوت يعني ده يبقى واحد من عشر أبراج أعلى عشر أبراج أو نطخات موجودة في العالم من أبراج الدوين توين إلى الأبراج الساحلية التي تتضمن 15 برجا قاربوا على الانتهاء من الجسم الخرساني ثم المدينة التراثية التي تقع على مساحة 260 فدانا تشمل 70 منشأة بها كل الخدمات السياحية والاقتصادية والسكنية يعني الخرساني برج طبعا أعمال خرسانات كلها انتهت بالكامل عمال الألمونيا والإزاز الوجهات الرئيسية شغالين فيها بقوة نسبة الإنجاز وسط فيها 85% على مستوى الخرساني برج خلال أشهر إن شاء الله نفتتح المرحلة الأولى المرحلة الأولى كانت هي أصلا الخرسانات هيديف عليها عمال الوجهات ألمونيا والإزاز إن شاء الله خلال الأشهر قريبا إن شاء الله هكذا تسابق الدولة الزمن للانتهاء من المشروعات العملاقة بمدينة العالمين الجديدة التي تعد إحدى أهم مدن الجيل الرابع والتي ستضاهي مثيلاتها من المدن العالمية لتكون مدينة استثمارية وترفيهية ولتكون بكورة المدن الجديدة للساحل الغربي محمود جميل التلفزيون المصري وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبعي الوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية فضلا عن تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال كبير الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية شريف إسماعيل وعدد من الوزراء اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطع البترول وخطة التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعي والإنتاجي وكذلك لوسائل النقل وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية عقاد الرئيس عبد الفتاح أسيس اجتماعا مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة وأسرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكفة أفرع القوات المسلحة كما تفقد الرئيس السيسي عدد من المركبات المدرعة متعددة المهامة التي تم تصنيعها بإمكانيات القوات المسلحة هذا بالإضافة إلى استعراض جهود مشاركة القوات المسلحة في المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح كما ناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة حياه كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وقد أكد السيد الرئيس على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمني بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد عدداً من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ومدير إدارة المركبات حيث استمع سيادته إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءاً من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية مروراً بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة اشتركوا في القناة أكد وزير المالية محمد معيث أن الموازنة تتضمن زيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه بارتفاع عن العام الحالي 11.4% وذلك لتمويل العلوات الاجتماعية الجديدة والحافظ الإضافية للموظفين وأضاف معايير أن الموازنة تتضمن 13% زيادة في المعاشات 10.3 مليون مستحق بدون حد أقصى بداية يوليو المقبل وأوضح وزير المالية أن الموازنة تتضمن 8 مليارات جنيه دعماً للصادرات و10 مليارات لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لهبا وريهم إليكم أشكرك ميرفت وصلنا الآن إلى ختام نشرة السادسة ولا يتبقى فيها سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يلتقي وزير الدفاع وعدد من القيادات وينقش خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي من محطة عدل منصور مرورا بمدن شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري تحية لكم اشتركوا في القناة